مصر بتأكد ان ما فيش مباحثات بين مصر وامريكا واسرائيل لنقل معبر رفح لمنطقة كرام ابو سالم على الحدود المصرية الاسرائيلية وامريكا اكدت اهمية معبر رفح كممر للمساعدات الانسانية وعبور الاجانب في الوقت اللي وسائل الاعلام الاسرائيلية بتقول ان حكومة نتانياو عايزة تنقل معبر رفح لمنطقة كرام ابو سالم لكن مصر بتقول ان ده اي كلام وخلص الكلام هنا اي كلام في اي كلام صحيفة ياسرائيل هايوم الاسرائيلية بتقول التهديد المصري لاسرائيل وصل لحد التهديد بتعليق اتفاقية السلام لو اسرائيل اصرت على احتلال محور في لادالفيا مصر بتأكد موقفها الرافض للمساس بالمحور حسب اتفاقيات السلام ونزوح سكان غزة لسينة مش هيحصل الصحيفة بتقول الا المصريين سببوا المشهد اللي في غزة واللي ممكن يعمل تدفق غير مسبوق للاجئين هربا من المعارك في رفح بس اسرائيل هي اللي بتصر على معركة تطهير عشان تقضي على كل الفصائل الفلسطينية وتسيطر حسب كلامهم على التهريب اللي بيحصل في لادالفيا اللي مصر قالت ده ما بيحصلش بس الصحيفة بتقول دي معضلة بالنسبة لاسرائيل عشان فيه لواء عسكري تابع لحماس فيه اربع كتاب شغالين في رفح واسرائيل عايزة تدمروا وكمان عايزة تستولى على محور في لادالفيا بشكل ضروري عشان يقطعوا محور التأهيب برضو من وجهة نظرهم من سينة وغزة ترجمة نانسي قنقر